كلفت القيادة العامة للقوات المسلحة كتيبة 123 بأمرة العميد صالح مؤمن بتأمين المطار وذلك لتعزيز الأوضاع الأمنية التي حدثت في الفترة القليلة الماضية وتم توزيع الأختصاصات داخل المطار وكما تمت في المرحلة الأولى بتسليم صالة الركاب إلى جهاز شرطة منفذ المطار بعدما تم تأمينه من قبل الكتيبة وفي المرحلة الثانية إن شاء الله نسلمهم باقي الأماكن اللي هي الجمارك والساحة الطيران بعد أن يتم تأمينها ووضع الخطة الأمنية وتتكلف الأكتيبة بالطوق الخارجي لتأمين مطار بنينة بالتعاون مع قوة الدعم المركزي وبعض الكتائب العاملة في منطقة بنينة والأجهزة الأمنية وكما تم تنسيب الدفعة الجديدة التابعة لإدارة المنافذ التي تتكون من خمسين فردا تقريبا بتأمين الصلاة من داخل والخارج وتطويق المطار بالكامل وفي البداية نقول أن الصلاة يتم تأمينها عن طريق الأفراد تم تنسيبهم البوابة الأمامية البوابة الجانبية لهم القادمون والصالة هذه المسافرون يتم تأمين الصلاة بالكامل من قبل دفعة جديدة يأتي هذا التكليف في ضمن خطة أمنية وضعتها الغرفة الأمنية لبنغازي الكبرى لمنع أي اختراقات أمنية داخل منفذ مطار بنينة الدولي بعدما تم تأمينه بشكل كامل في الأوينة الأخيرة لقناة ليبيا الحدث هيب الكديكي ترجمة نانسي قنقر